سمعتوا سابقاً على الصندوق الأسود الموجود بكل الطائرات بصراحة الصندوق الأسود هو موجود بكل الطائرات على شكل صندوقين عملهم الرئيسي الصندوق الأول يسجل كل البيانات الخاصة بالرحلة يعني ارتفاع الطائرة سرعة الطائرة وكل ما يخص هاي البيانات رح يسجلها الصندوق الأسود أما الصندوق الثاني الموجود وياه يسجل كل الحوارات والمشاحنات وكل شيء يخص بالاتصالات داخل قمرة القيادة مع الطيارين وأبراج المراقبة يعني أي شيء يصير داخل كابينة الطائرة واسوالة في المسافرين ما لعلاقة الصندوق بتسجيله اللي يهم بالصندوق الأسود هو التسجيلات اللي يصير داخل قمرة القيادة لأن بحالة الكوارث يا سامح الله فهم يريدون يعرفون شن اللي صار بقمرة القيادة وكل البيانات الخاصة بالرحلة أما سبب تسمية الصندوق الأسود لأن مو هو لون أسود أكيد هو لونه مو أسود هو لون بين الأصفر والبرتقالي بس هم سموه بهذا اللون لأن الأسود يرمز للشغلات والكوارث والحزن بما أن هذا الصندوق يستخرجوه فقط بحالة الكوارث لهذا السبب سموه بالصندوق الأسود أما سعر هذا الصندوق فهو سعره تقريبا بين 35 ألف دولار إلى 85 ألف دولار والصندوق مصنوع من مواد قوية جدا أبرز هاي المواد هو التيتانيو وصنعوا من هاي المواد الغالية والقوية جدا حتى يتحمل كل شيء حرارة أو يوقع محيط أو أي شيء فهذا الصندوق راح يتحمله وبالأخير يستخرجون من المواد والتسجيلات المهمة في حالة الكوارث